السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة الانجليزي اسهل مع مسعز. لو اول مرة تشرفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ينصل لك باقي فيديوهاتنا. حبيبي سنة تالتة النهاردة بازن الله هنشرح ونراجع مع بعض يونت 11. يلا نبدأ باسم الله. سي كرياتشر. سي كرياتشر. يعني مخلوقات بحرية. كلمة سي بحر احنا حافزينها كلنا. سي اي كرياتشر. سي ار. وي تياكل. اي اتي. وبعد كده يو ار اي اس. اكتباس يعني اختبو. او سي تي او بي او اس. او سي تي او بي او اس. سي هارس يعني حصان البحر. بحر سي احنا حافزينها برضو. سي اي اي اتش او RSE Starfish Starfish يعني نجمة البحر S-T-A-R-F-I-S-H Starfish Shark يعني سمكة القرش S-H-A-R-K S-H-A-R-K Jellyfish Jellyfish يعني أندل البحر J-E-L-L-Y F-I-S-H Sea Snake S-E-A-S-N-A-K-E تيلابيا سمكة البلتي T I L A B I A تيلابيا سمكة البلتي Red C البحر الأحمر R E D S E A Red C البحر الأحمر دايبر يعني غواص دايبر D I V E R تعالوا بعد الوقت نشوف أهم الجرامر اللي موجود معنا في اليونت how long? todas how tall? الفرق بينهم. how long? بتسأل على الطول الوفو cuestión تاني. how long? بتسأل على الطول الوفو regime. يعني ايه الطول الوفوии. يعني اللي نايم كده مش واقف. تمام? how long is it? اكتب كده? how long is it? كام الطول. تمام? طيب. يعني مثلا لو عايزة سأل اقول قل ايه? how long is your pencil? القلم رصاص. يبقى هنا البنسل. هسأل عليه بايه? طيب بتسأل على الطول الرأسي يعني الحاجات الوقفة. اي حاجة وقفة رأسي بقى هسأل عليها بهاو طول. اي حاجة نيمة هسأل عليها بعد كده عندنا الارقام هندرد احنا طبعا تعلمنا الحد هندرد. هناخد بقى بعد كده من بعد الهندرد. يعني عندي ايه? وان هندرد مية. تو هندرد متين. سري هندرد. فور هندرد. فايف هندرد. سكس هندرد. سيفن هندرد. ايت هندرد. ناين هندرد. تمام? وصلت لحد كده. انا احنا حافزين من واحد لحد عشرة. يعني هكتب وان تو سري وكزا وجنبها كلمة هندرد. هندرد اللي هي مية. اتش يو ان دي. ار اي دي. اتش صلنا لحد ناين هندرد تسعمية. بعد ما بنخلص تسعمية بندخل على وان ساوزند. يعني الف وان اي. ساوزند. اه تي اتش او يو. تي اتش او يو. اس اي ان دي. تي اتش او يو اس اي ان دي. وان ساوزند يعني الف. طيب. لو انا عايزة اكتب بقى رقم اه متركب. يعني مثلا انا عايزة اقول متين واثناشر. هكتب المئات الاول. انا عندي هنا ايه? 200. متين يعني 200 زي ما قلنا. طيب. اتناشر يعني ايه اولاد 12. يبقى 200. طيب عايزة اقول المئات لوحدها وبعد كده اشوف الرقم بها اللي جنبها كتبه. ببدأ برضه من العشرات وبعدين daha حيات. يعني مئات وبعدين عشرات وبعدين احيات. مئات كام 200 طيب العشرات كام 20 20 وبعد كده الاحيات طيب لو عايزة اقول مسلا ايه? 257. هكتب المئتين الاول 200. وبعد كده ايه نعم انا قلت سبعة وخمسين. يبقى هكتب الخمسين الاول اللي هي العشرات. وبعد كده السبعة ايه? seven. يبقى ايه? تمام? تفهمت كده? يلا بقى نكتب ايه? كتبه مع بعض كتير اقام مختلفة عشان تثبت في دماغكم. يلا نشوف بعد كده الكلمات اللي عندنا. كلمة يعني يزن. ال جي اتش دي مش هننطقها خالص اكنها مش موجودة. بعد كده بتسوي كلمة جي يعني اختصارها كده جي جرام. جي ار اي ام. لارج يعني كبير. ال ا ار جي اي. كيلو جرام. كي اي ال او جرام. جي ار اي ام اختصارها كي جي يعني كيلو جرام. لايت يعني خفيف. لايت. ال اي جي اتش دي. سكيل يعني ميزان. سكيل. اسي سي اي ال اي. يلا نشوف بقى الكلمات مع بعض. ابو سمبل تمبل. ابو سمبل تمبل. يعني معبد ابو سمبل. اي بي يو اس اي ام بي اي ال تمبل تي اي ام بي ال اي اس. يبقى ابو سمبل كرنك تمبلز كي اي ار اي اي كي. تمبلز تي اي ام بي ال اي اس. زي سفنكس ابو الهول. زي سفنكس تي اتش اي. اس بي اتش اي اي اكس. اس بي اتش اي اتش اي اكس. زي ليبرري اوف الاستندرية. مكتبت الاسكندرية. زي ليبرري اوف ا communautARI. زي حفظينها ill a ay b. اه كلمة ليبرري. ar a ar y off الف. ا mevaitted re. alex واند و re a a l ex واند an dr i a. بعد كده عايزين من الكلمات اللي هي لما بنحط لها اي ار بتتقلب الى وظيفة. يعني عندي هنا كلمة ايه? مسلا عندي يعني يعلم او يدرس. لما نحط لها اي ار هتبقى مدرس. تمام? طيب ايه تاني? كلمات عندي فيه كلمات بتنتهي بحرف اي ار. عندي مسلا زي كلمة ينظف. يبقى هتبقى كلمة هتبقى تمام? دي كده تفهمت? في بقى عندي كلمات اصلية فيها زي وقلنا وقلنا ودلوقتي يلا بينا نبدأ نحل الاسئلة مع بعض. اول سؤال يعني المخلوقات البحرية هتعيش فين يا ولاد? غابة ولا سي بحر ولا ديزرت السحراء? طبعا سي بحر. اي كان سي نقط under the water. بشوف ايه تحت المياه? بوتس ملاكب ولا شبس ولا سي سناكس? طبعا سي سناكس. ايه البحر ايه? ريد ولا اورانجي ولا يلو طبعا ريد سي. اللي بعده? ايه الحاجة اللي احنا بنستخدمها عشان نقيس بيها يعني الاشياء الخفيفة طبعا هتبقى اللي بعد كده الحاجة بقى الكبيرة بنقسها بايه يا ولاد بالكيلو جرام بعد كده يوجد كام جرام في ايه في الكيلو جرام احنا عارفين الكيلو جرام الف جرام يبقى هنختار ايه وان ساوزان كورنوك تيمبل ايز افيموس نقاط لايبرري ولا مانمنت ولا بيكيتشار طبعا مانمنت يعني اثر ابو سيمبل ايز انزا ثاوس اوف نقاط ايجيبت ولا تشاينا ولا فرانس طبعا ايجيبت في مصر زي نقاط هاز اهيومن هاد الحاجات ديت المفروضة يعني ايه قلت بدلا مشرحها في الدرس نفسه احنا ندخلها في الاسئلة على طول فايه اللي موجود عندنا هو راسه راس انسان يبقى مين تيمبل ولا سيمبل ولا سفينكس طبعا سفينكس ابو الهول احنا بقول زي سفينكس هاز اهيومن هاد اه ابو الهول لراس انسان اللي بعد كده زي نقاط اتبنى لي امون ايه اللي احنا قلنا يا سفينكس ولا ليبري ولا كارنك تيمبل طبعا هيبقى الاجابة كارنك تيمبل يبقى احنا بنقول زي كارنك تيمبل واس بلت فور امون زي نقاط واركس اين اسكول ايه اللي بيشتغل في المدرسة الدكتر ولا تيتشر ولا فيت طبعا تيتشر مدرس نقاط لانج از يور بنسل بنسل القلم الرصاص هنسأل عليه بايه هاو لانج تين بلاس توينتي از عشرة بلاس زائد عشرين بيكون ايه سيرتي ولا فورتي ولا توينتي طبعا سيرتي زي سفينكس ايز اين سفينكس ابو الهول طبعا ابو الهول بيكون مدرية ولا جيزة ولا مانيا طبعا في الجيزة زي نقاط واركس اين اسكول قلناها ابليكاتي ريد انت ماتش هنختار من العمود الاول ونشوف ايه اللي هينسبها من العمود التاني هاو طول ايز نقاط هاو طول ايز ايه سي هورس يبقى هنا هنكتب سي رقم واحد هنا سي اي هاف تو نقاط انا عندي سي اتنين ايه اللوكسور ولا اباوت سري كيلو جرامز ولا سي ولا اه هندرد باونز يبقى هنقول ايه هندرد باونز ايه هنا نكتب دي اكات وايز ايه القطة بتازن ايه اباوت سري كيلو جرامز يبقى هنا هنكتب بيه تلاتة معا بيه زاكرنا اكتمبل نقاط ايز اللوكسور يبقى هنا اربعة هتبقى معاها ايه ايزوا معايا شوية في السؤال ده لانه هيساعدني في كتابة البراجراف انا طبعا لو با باج اكتب براجراف بيكون جايب لي كلمات كده وانا المفروض ادخلها في جملة احنا عملنا هنا هو بشكل برضو اه سؤال يعني هو برضو هيساعدني شوية نركز عليه كوين نقاط واز رامسيز زا جريت سوايف كوين ايه نختار ايه من الفوق جيزة ولا كارنك ولا ولا نفرتاري طبعا نفرتاري يبقى هنكتبع هنا يبقى انا لو جات لي كلمة نفرتاري ادخلها في جملة ازاي هكتب كده هكتب كوين نفرتاري واز رامسيز زا جريت سوايف اللي بعده زا نقاط تمبل ايز ان لوكسور زا ايه كارنك يبقى هو لو جاب لي كلمة كارنك لوحدها انا سهل عليها ادخلها في جملة اكتب ايه اكتب زا كارنك تمبل ايز ان لوكسور تمام تعلمنا كده يولا نكمل تاني زا سفينكس ايز ان نقاط ابو الهول بيكون موجود فين في الجيزة لو جاب لي كلمة سفينكس لوحدها وقال لي اعمل بارغراف يبقى انا هكتب ايه هكتب زا سفينكس ايز ان جيزة بعد كده زير ار لوتس اوف بوكس اين الكزندرية ايه يوجد كسير من الكتب في مكتبة الاسكندرية يبقى هنا هنكتب ايه لايبيراري سؤال الترتيب يلا نشوف هنرتب ازاي مع بعض اي لوف بيينج ان زا ريد سي تاني اي لوف بيينج ان زا ريد سي بعد كده هو ايز ذات مان من هذا الرجل هو ايز ذات مان بعد كده اقول ايه اتس نوت فاري طول انه ليس طويل جدا اتس نوت فاري طول بعد كده اتس سرتي سنتيميترز للانج اللي بعده هاو لونج ايز ذات ستريت هاو لونج كام طول خلي بالنا ستريت طبعا الستريت بيبقى افقي يعني كده مش واقف بس اسأل لي بهاو لونج ولا هاو طول تبعا هاو لونج هاو لونج� зам tri بعد كده ذا سفينكس هاز اه هيومان هيد كمان مرة ذا سفينكس ابو الهول هاز عنده اه هيومان هيد راس انسان بيبل بيلت كارنوك تيمبل فور امون الناس بنت معبد الكارنوك لالاله امون بيبل بيلت كارنوك تيمبل فور امون نكمل زا تيتشر ايز رايتنج زا تيتشر الفاعل المدرس ودي الفاعل المساعد ودي كده الفاعل الرئيسي رايتنج زا تيتشر ايز رايتنج اون زا بيبر المدرس يكتب على الوراء زا كلينر ايز كليننج ويز ووتر كلينر طبعا عامل النظافة بينظف بالايه بالمية تاني زا كلينر يعني عامل النظافة ايز كليننج ينظف ويز ووتر بي الماء وبكده نكون راجعنا على اهم الحاجات اللي موجودة اه في يونت حداشر انتظروا باذن الله يونت اتناشر قريبا اه عايزكم تحلوا اسئلة كتير المنهج ده محتاج اه حل اسئلة ومحتاج فهم اكتر ما نركز اوه على الحفظ اهم حاجة ان احنا هنفهم لو فهمنا هنحل بسهولة وكتر الحل هيخليني احفظ بطريق غير مباشر اه احنا كده خلصنا وراجعتنا النهاردة اللي عجبوا الفيديو يتوس لايك واشتراك في القناة او اعتنسى ان احنا هدفنا التفوق وليس مجرد النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته